هنّع الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية جاء ذلك خلال ترأس الطيب لوفد الأزهر في زيارة إلى مقر الكنيسة الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تهنيه للإخوة المسيحيين دعياً له أن يجعل هذا العام عام خير ومحبة وسعادة وأن يرفع الله فيه البلاء والوباء من جانبه رحب البابا توادروس بالإمام الأكبر ووفد الأزهر الشريف معرباً عن سعادته بتجديد أواصر المحبة والصداقة بين المسلمين والمسيحيين والالتفاف حول النسيج الوطني المصري في هذه المناسبات السعيدة وهو الأمر الذي يعكس ماتانة هذه العلاقات وقوتها